رايحين نقدم لليبرمان العنصري على صنية من ذهب الفرصة أنه ينجح ويتجاوز نسبة الحسيم بينما إذا إحنا نرفع نسبة التصويت في الوسط العربي طبعا ومش مهم لمين نصوت لأي حزب من الأحزاب العربية أو حتى الأميرتس فإحنا عمليا نرفع نسبة التصويت في الوسط العربي عندنا نمنع ليبرمان وأشكاله أن يتجاوزوا نسبة الحسيم ويتمثلوا في الكنيزة فبيكون هذا الانتقام الحلو من الجماهير العربية لعنصريين مثله فإحنا اليوم لازم نتغلب على العتب والغضب وعلى الملامة وعلى اللام وبلاء ونتطلع بس على نقطة واحدة بإيدنا إحنا أنه يكون لسان المزام في الموضوع هذا ومش بسك وبإيدنا نمنع أحزاب يمنيين أن تتجاوز نسبة الحسيم مش إحنا اللي ما نتجاوزش نسبة الحسيم ونتقاعت ونضلنا في بيوتنا وما نتمثلش نعم سيد زيند كيف يعني تمثيل العربي في الكنيزة ممكن أن يؤثر على الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي من خلال لجان الكنيزة طب إحنا بطبيعة الحال بعدش قديش معنا وقت اليوم الحلو نتذكر أنه بداية الديمقراطيات في العالم كانت على أساس أنه يقولوا أنه كل واحد يدفع ضرائب بحق كله بالتمثيل الثورة الأمريكية الأولى سنة 1776 فعمليا إحنا اليوم ندفع ضرائب في دولة إسرائيل فمن شأنه إحنا عندنا الحق ومش بس الحق إلا الواجب تجاه نفسنا أنه نقرر كيف تصرف هاي الميزانيات وبأي سلم أفضليات هل إحنا بدنا نتقاعس ونضلنا في بيوتنا من شأن يعطوا ميزانيات هائلة للمستوطنين في الضفة من شأن كمان يستوطنوا وكمان يصادروا الأرض الفلسطينية وكمان يقهروا شعبنا وكمان يمنعوا الحل السلمي ولا إحنا نضلنا في بيوتنا كمان ويصرفوا الميزانيات على المدارس تبعون الحردين مش على المدارس تبعنا هل إحنا نضلنا قاعدين في بيوتنا ويعطوا ميزانيات هائلة للقرى والمدن اليهودية اللي موجودة حوالي بلداتنا ونشوفهم كيف بيزدهروا وبعملوا جنائن حلوة وملاعب كبيرة وشوارع عريضة وإلى آخره بينما قرانا بزداد التعاسي تبعها فإحنا اليوم إذا بدنا نطالب بميزانيات للمدارس والمدن والقرى تبعتنا إحنا واجب علينا نروح نصوت من شأن نزيد عدد أعضاء الكنيسة لما إحنا منزيد عدد أعضاء الكنيسة بزيد التمثيل تبعنا في اللجان